حدثنا عبد الله حدثني زياد بن أيوب حدثناه شيم قال زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان بن عفان رضي الله عنه متكئ على ردائه فأتاه سقاءني يختصمان إليه فقد بينهما ثم أتيته فنظرت إليه فإذا رجل حسن الوجه بوجنته نكتات جدريا وإذا شعره قد كسى ذرعيه حثنا وكيع حدثتني أم غراب عن بنانة قالت ما خضب عثمان قط حثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني وقد بن عبد الله التميمي عن من رأى عثمان بن عفان ضبب أسنانه بذهب حدثناه شيم بن بشير أملاء قال أنبأنا محمد بن قيسل الأسدي عن موسى بن طلحة قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم حثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبن شيهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه سجد في صاد حثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا محبوب بن محرز بياع القوارير كوفي ثقة كذا قال سريج عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن فروخ عن أبيه قال صليت خلف عثمان رضي الله عنه العيد فكبر سبعا وخمسا حثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميعا حدثنا الحسن وذكر عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه فقال إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه حثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني حدثني أمية بن شبل وغيره قالوا ولي عثمان ثنتي عشرة وكانت الفتنة خمس سنين حثنا إسحاق بن عيسى بن الطباعي عن أبي معشر قال وقوت العثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا إثني عشر يوما حثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أن عثمان رضي الله عنه قتل في أوسط أيام التشريق حثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة أن عثمان قتل وهو أبو تسعين سنة أو ثماء وثمانين حثنا عبد الله حدثني جعفر بن محمد بن فضيل حدثنا أبو نعيمين حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا بباب عثمان رضي الله عنه في عشر الأضحى حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان رضي الله عنه ودفناه وكان أوصى إليه حثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين فكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة أشهر للحسن رضي الله عنه حدثنا أبو نعيمين حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا بباب عثمان رضي الله عنه في عشر الأضحى حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني القاسم بن الحكمي بن أوصن الأنصاري حدثني أبو عبادة الزرقي الأنصاري من أهل المدينة عن زيدي بن أسلم عن أبيه قال شهدت عثمان رضي الله عنه يوم حوصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل فرأيت عثمان رضي الله عنه أشرافا من الخوخة التي تلم قام جبريل عليه السلام فقال أيها الناس أفيكم طلحة فسكت وثم قال يا أيها الناس أفيكم طلحة فقام طلحة بن عبيد الله فقال له عثمان رضي الله عنه ألا أراك ها هنا ما كنت أرى أنك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني أنشدك لها ألا ها يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعي كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك قال نعم فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طلحة إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة وإن عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا يعنيني رفيقي معي في الجنة قال طلحة اللهم نعم ثم انصرافا حسنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريعا حدثنا سعيد حدثنا قتادته عن مسلم بن يسار عن حمرنا بن أبانا أنه شهد عثمان رضي الله عنه توضأ يوما فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وحدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر عن سعيد حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد يعني ابن عبد الله عن الجريري عن عروتابن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبيه قال كنت قائما عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ألا أنبئكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلنا بلى فدع بماء فغسل وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكري بن علي المقدمي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هلال بن حق عن الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان رضي الله عنه فطلع عليهم طلاعة فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي فدعيا له فقال نشدكما ألها أتعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مال فجعتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين ثم قال أنشدكم ألها أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مال فأنتم تمنعوني أن أشرب منها ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة قالوا اللهم نعم حسنا عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن عاصمين عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال عبد الرحمن أبلغه فذكر الحديث وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض الرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمين فقد شهد فذكر الحديث بطوله إلى آخره حسنا عبد الله حدثني سفيان بن وكي عن حدثني قبيصة عن أبي بكري بن عياش عن عاصمين عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علي رضي الله عنه قال ما ذنبي قد بدأت بي علي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما قال فقال فيما استطعت قال ثم عرضتها على عثمان رضي الله عنه فقابلها حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثنا زهرة بن معبد القراشي عن أبي صالح مولى عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان يقول على المنبر أيها الناس إني قاتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدأ لي أن أحدثكمه ليختار إمرء لنفسه ما بدله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يومين في سبيل الله خير من ألف يومين فيما سواه من المنازل حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عكريمة بن إبراهيم باهيلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وذكره حان أبو سعيد حدثنا أبن لهيعة أخبرنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبتاع التمرة من بطن من اليهودي قالوا لهم بن نقاع فأبيعه بربح الأصع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا عثمان إذا أشتريت فاكتل وإذا بعت فاكل حدثنا بشر بن شعيبي بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري حدثني عروة بن الزبيري أن عبيد الله بن عدي بن الخياري أخبره أن عثمان رضي الله عنه قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام ثم هجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عاصيته ولغشته حتى توفاه الله عز وجل streak نهاية الكتاب نهاية الكتاب ترجمة نهاية الع equivوضة